منذ شهرين وأكثر ونائب طرابلس يسعى من الكابتال كنترول إلى التطقيق الجنائي لم يتوقف فيسل كرامي إلا أن اللقاء التشاوري ذهب اليوم أبعد من المطالبة فطرح اقتراح قانون لمعالجة عقبة السرية المصرفية وتسيير عمل شركة ألفاريز للسير في التطقيق الجنائي حذرنا من العقد المعمول مع شركة ألفاريز من قبل الدولة اللبنانية بأنه عقد مفخخ وللأسف ثبتت وجهة نظرنا نحن نؤمن بأنه المدخل الوحيد ليحصل لبنان على قروض هو أمران الحقيقة الأمر الأول هو الكابتال كنترول لأنه اللي بده يحط مصاري بده يتأكد أنه هالمصاري ما حتتهرب برات لبنان وثانيا بتضيئ جنائي ما بدنا نعرف نحن أساسا هالمال يلي انصرف بلبنان خلال 25 سنة الماضية وان انصرف ولا مين انصرف وان راح تخيل بلد رئيس حكومته بيطلب مرارا وتكرارا حسابات من مصرف لبنان ما بينعطاله حسابات الحقيقية رئيس جمهورية يطلب هذا الأمر لا يعطى لذلك نحن تقدمنا بهذا القانون من أجل أن نحمي مستقبل لبنان اقتراح القانون الذي سيتقدم به اللقاء التشاوري يوم الجمعة يتمحور حول ثلاث مقاط أساسية أولا تعليق قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية استثنائيا لتنفيذ عقد التدقيق الجنائي ثانيا الزام مصرف لبنان تحت طائلة العقوبات بتسليم كل المعلومات المطلوبة وأبقاء الأسماء مبهمة حتى يثبت إدانتها يعني الاسم بيبقى مبهم حتى يثبت أن الحساب مدان بالفساد ثالثا تلزم الشركة بإبقاء السرية المصرفية تحت طائلة العقوبات يلي عم يحاولوا يعرقلوا التدقيق الجنائي ونحن عم نقلهم يلي ما عنده شي خاف منه ليش بده يفزع من التفتيش يفتشوا ونحن عم نطالب بالتفتيش نحن عبدنا مصرف لبنان مؤسسة تلتزم بالقوانين مش فاتحة حسابها وتكون عم تشتغل لمصلحة الناس ومش تكون صندوق أسود ما عبدنا صندوق أسود بلبنان بقى اليوم بلاشنا الاتصالات بالكتال وعم نحاول حقيقة نقنعهم بانتظار الدعوة للهيئة العامة المختصر لا ودائع لا مدخرات لا مالنا يلي تهرب برات لبنان بدون فعليا ما نعرف هالمال وين نأخذ وكيف نأخذ وكيف نتهرب هناك اقتراحان على الطاولة اقتراح القوات واقتراح اللقاء التشاوري إلا أن الخلاف بين القوات وكرامي يطرح السؤال هل التعاون بين الطرفين وارد أصلا في ظل ماضي لا يزال عالقا نحن مقتنعين بأن ما نقوم به هو لمصلحة الناس ولحماية الناس ولحماية مستقبل لبنان مين ما قدم القوات أو غيرهم طالما يصب بمصلحة الناس وتحت قبة البرلمان وضمن الأوانين والمنطق ورعاية مصالح الناس فلا بقس من التعاون تحت قبة البرلمان مصلحة الناس هي العليا دمج القانونان وهيك بها الطريقة هايدي بيطلع القانون أقوى بكتير وخصوصا بما يتعلق بموضوع إلزام مصرف لبنان بتقديم المعلومات تحت طائلة العقوبات لم يقف فيصل كرامي عند الدعوات والكلام بل صار على خط موازن للوصول مع الأفريقاء الآخرين إلى نتيجة على قاعدة أن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار حسان الرفاعي قناة الجديد